وقد أصدر الرئيس المصري قرارا بإنشاء قيادة عسكرية موحدة لمنطقة شرق القناة ومكافحة الإرهاب وصدر القرار في أعقاب اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية برئاسة السيسي لبحث تداعيات الهجمات الأخيرة في سينات وكان مصدر أمني قد ذكر أن الطائرات المصرية شنت سلسلة غارات مساء الجمعة جنوب مدينة الشيخ زويد وأشار المصدر إلى أن الغارات استهدفت ما وصفه ببؤر إرهابية في عدة قرى جنوب المدينة وأضاف المصدر أن نتائج عمليات القصف ستعلن لاحقا وفي السياق نفسه أفاد مرسلنا بإصابة جندي خلال إطلاق النار عليه واستصينا